هل تفضل شرب القهوة قبل الفطور أم بعده؟ فإذا كنت ممن يفضلون شرب القهوة قبل وجبة الفطور فإن خبراء الصحة ينصحونك بالإقلاع عن هذه العادة التي يصفونها بالسيئة لأنها تلحق دررا كبيرا بالجسم كما تنذر بعدد من الاضطرابات الخطيرة وبحسب دراسة المنشورة في الصحيفة البريطانية لعلم التغذية فإن شرب القهوة قبل تناول الفطور من شأنه أن يؤثر سلبا على ضبط السكر في الدم وهو أمر يفاق مخطر الإصابة بداء السكري وأيضا أمراض القلب قام الباحثون برصد تأثير عدد من العوامل على الصحة مثل النوم المتقطع وأيضا شرب القهوة في الصباح إلى جانب عدد من العوامل الأخرى التي تربك عملية التمثيل الغذائي الأيض أو ما يعرف بالمتابلزم كشفت النتيجة أن عدم النوم بالشكل المريح والمطلوب لليلة واحدة يؤثر بشكل محدود فقط على التمثيل الغذائي لكن الأمر يختلف في حالة القهوة فقد اعتمدت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة إباث البريطانية على عينة من 29 شخصا بالغا يضمون أيضا رجال ونساء وطلب الباحثون من المشاركين أن يتبعوا سلوكا مختلفا خلال فترة الليل من أجل رصد تأثير كل من النوم وشرب القهوة على عملية التمثيل الغذائي وفي الفئة الأولى طلب من المشاركين بأن يناموا بشكل جيد ومتواصل لكن مع استهلاك مشروب محل بالسكر عند الاستيقاظ من النوم في الصباح أما في الفئة الثانية تم إزعاج المشاركين وجرى إيقاظهم كل ساعة لمدة تبلغ خمس دقائق وفي الصباح تم إعطاؤهم المشروب المحل بالسكر وخضع مشاركو الفئة الثالثة لنوم متقطع بدورهم وتم إيقاظهم باستمرار وعندما حان الصباح شربوا قهوة سوداء وقوية قبل ثلاثين دقيقة من استهلاك المشروب المحل بالسكر وعقب إجراء الفحوص والتحاليل تبين أن ليلة واحدة من النوم المضطرب لا تؤثر بشدة لكن الخطر الأكبر يكمن في شرب القهوة وفي المقابل أدى استهلاك القهوة السوداء إلى زيادة استجابة لغلوكوز في الدم لوجبة الفطور بنسبة تقارب خمسين في المئة وتكشف الدراسة الجديدة أن شرب القهوة في الصباح قد يساعدنا على التخلص من النعاس أو الخمول لكنه ليس آمنا من الناحية الصحية لأن أجسامنا تصبح أقل تساهلا مع مادة السكر خصوصا عند تناول الفطور أما عند الرغبة بتناول القهوة في فترة بعد الظهر فينبغي أن يكون بعد وجبة الغداء وقبل موعد تناول وجبة العشاء للحفاظ على طاقة الجسم علما بأن خبراء الصحة يحذرون من شرب القهوة قبل النوم فالكافيين يمنعوا من النوم بعمق وآخر فنجان للقهوة في اليوم يجب أن يكون قبل النوم بست ساعات على الأقل وفي النهاية من الضروري مراعاة المقولة ما زاد عن حده انقلب ضده فالمبالغة في شرب القهوة مضير أيضا ويمكن أن يؤدي إلى الأرق والإدمان وتعكير المزاج أما الاعتدال في شرب القهوة هو الأمثل للحصول على فوائد هذا المشروب لكن بنفس الوقت هناك فوائد للقهوة التي تشرب باعتدال تحسن القهوة من صحة الأوعية الدموية كما وأنها أيضا تحسن من مستوى الكوليسترول في الدم لأنها تحوي على المواد المضادة للأكسادة والتي تساعد على الأمر وتحمي بالتالي من مرض القلب كما تحوي القهوة على مادة معروفة تؤدي إلى بطء نمو الأنسجة المسببة للخلايا في سرطان الكبد وأيضا تليف الكبد كما تقلل القهوة أيضا من مرض السكري وتمنع مرض الباركنسون وتقل أسنان من التسوس كما تحارب الصداع وأيضا تقلل من الشعور بالتعب والألم عند الكثير من الأشخاص وتحافظ أيضا القهوة على بشرة صحية عند كثير من الأشخاص